خلينا نتكلم شوية على مسألة وفاة أو مقتل الرئيس الإيراني الراحل السيد إبراهيم رئيسي في حادث المروحية أو تخطم المروحية زي ما حصل في ليلة أمس الحديث يا سادة يثير كم تساؤلات غير طبيعية تساؤلات في الداخل الإيراني ده مما لا شك فيه تساؤلات في المنطقة العربية بأسرها بالتأكيد تساؤلات حول العالم ما الذي حدث ده واحد اثنين فيه تساؤلات أخرى على مستقبل القيادة في إيران وزي ما يمكن كنا بنتكلم من شوية تبقى المادة 131 فإنه هناك فترة هي 50 يوم ودول 50 يوم مهمين جدا 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 ليه لأنه خلال 50 يوم دول في عندنا 3 قيادات يجب أن يعملوا على إجراء الانتخابات الرئاسية نائب الرئيس الإيراني أو النائب الأول للرئيس الإيراني بالتحديد وفي هذه الحالة وسيد محمد مخبر واللي هو أصبح متولي مهمة الرئاسة المؤقتة بتوجيه أو تعليمات أو بقرار من المرشد الأعلى السيد علي خمني أما القيادة الثانية والثالثة فهم رئيس السلطة القضائية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس البرلمان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية يبقى التلاتة يعملوا على الإجراءات الانتخابية أو التحضير للانتخابات في مدة نهايتها 50 يوم تعالى هنا نرجع على المسألة بتاعة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي غير سرته الذاتية يجب أن تعلم أنه كان أحد أولئك شديد القرب من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية شديد القرب بقدر أنه كان المرشح الأبرز وفي بعض الأحوال يطلق عليه المرشح الأول ليصبح هو المرشد الأعلى في حال انتهاء أو قرار من المرشد الأعلى الحالي السيد علي خامنئي بالتخلي عن هذا المنصب هذا المنصب ألا وهو المرشد الأعلى يخلو في حالتين فقط الحالة الأولى هي الوفاة أمضى الله في عمر الجميع الحالة الثانية هي الاستقالة من هذا المنصب سيد علي خامنئي عمره تقريبا 85 سنة أو يزيد قليلا الحالة الصحية لم تعد على ما يرام وأصبح هناك حديث أنه فيه احتمالية أنه يتقدم بالاستقالة من منصبه كمرشد أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي هذه الحالة كان المرشح الأول أو الأبرز أو الأقرب هو رجل الأقرب رحمة الله عليه الرئيس الإيراني الراحل أو السابق إبراهيم رئيسي دي كده شق طيب نرجع ليه الوضع الحالي نحن فيه عندنا المنصب أصبح خاليا يجي المرشد الأعلى وده جزء برضو من هيكلية السلطة في إيران السلطة في إيران عملية شديدة التعقيد بتتدخل فيها تنفسات سياسية بتتدخل فيها الطموحات بتتدخل فيها أيضا مسألة القرب من المرشد الأعلى إيران فيها طيارين بارزين والاتنين موجودين يعني طيار الإصلاحيين وطيار المحافظين يعني طبعا من أبرز الأسماء بتاعت الإصلاحيين هو الرئيس الإيراني السابق أو نقدر نقول الأسبق في حالتنا أو وضعنا الحالي وهو السيد حسن روحاني إصلاحي أما الرئيس السابق الراحل إبراهيم رئيسي فكان من مجموعة المحافظين طيب فيبقى في عندك التدخل وفي عندك الوضع والتركيبة السياسية والهيكلية في إيران وعندك الطموحات وعندك الاقتراب من أو مدى القرب من المرشد الأعلى النظام السياسي بقى نفسه في إيران علشان حضرتك برضو تبقى عارف مقسم ما بين المؤسسة الدينية وهنا لواء المرشد الأعلى وما بين الحكومة الحكومة بكل بقى شكلها وتركبتها وما إلى ذلك فيصبح المرشد الأعلى هو الزعيم الأعلى سلطة وصاحب القرار الأول والأهم والأعمق والأكثر تأثيراً في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي كل السياسات الرئيسية تحديداً فيما بعد ذلك يجي بقى منصب الرئيس ويجي منصب رئيس مجلس النواب أو رئيس البرلمان يجي رئيس السلطة القضائية إلى آخره لكن المرشد الأعلى هو الأول في الحجم والقدرة والقوة سيد علي خامنئي ويمكن تبقى للتقارير المنشورة وزي ما كنا بنتكلم هو عمره تقريباً حوالي 85 سنة إلا أنه بطبيعة الحال وبحكم السن يعاني من مشاكل صحية وبالتأكيد هي متزايدة ده أصبح بيعزز الحاجة الملحة لتحديد خليفة من يخلف السيد علي خامنئي على هذا المنصب شديد الحساسية وشديد القوة قوي لأنه ده النظام الإيراني كده حساس لأنه بطبيعة الحال وبطبيعة وجود إيران كدولة كبيرة محورية قوية مجورة للمنطقة العربية فالمنصب شديد الحساسي قرارات السيد علي خامنئي تؤثر على المنطقة بطبيعة الأحوال المرشد الأعلى السيد علي خامنئي هو اللي أعلن أنه نائب الرئيس وهو النائب الأول سيد محمد مخبر هو اللي هيتولى مهام الرئيس مؤقتاً وفقاً للمادة 131 زي ما كنا بنقول لحين إجراء الانتخابات والدينا مهلة تقريباً أو مش تقريباً هي بالزبط الخمسين يوم طيب مين هو السيد محمد مخبر أو الدكتور محمد مخبر دكتور محمد مخبر هو بالأساس مهندس كهرباء يعني حصل على بكاليريوس هندسة كهرباء بعد كده حصل على الدراسات العليا وصولاً إلى شهادة الدكتوراه في القانون الدولي ثم حصل على شهادة أخرى أو شهادة الدكتوراه أخرى في الإدارة العامة خلاص كده؟ طيب لازم نرجع لأنه هو ترقس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني طيب إيه هي هذه اللجنة؟ هي مؤسسة حكومية مختصة بالشؤون الخيرية أيضاً شغل منصب المدير التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة خوزستان للاتصالات أدرجوا الاتحاد الأوروبي سنة 2010 على قيمة العقوبات لصلته ببرنامج إيران الصاروخي وأدرج على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بالمناسبة وزارة الخزانة الأمريكية هي المعنية بتوقيع العقوبات والتصنيفات بتاعت دول وحشين ودول حلوين وما إلى ذلك لكن ده حصل سنة 2021 فأغسطس 2021 وكأنه رداً على قرار وزارة الخزانة في أمريكا فتم اختياره ليصبح نائباً أول واللي اختاره هنا كان السيد إبراهيم الرئيسي رحمة الله عليه تعالي نرجع بقى للدستور الإيراني ونشوف طيب بيقول الدستور الإيراني بيقول يعتبر رئيس الجمهورية أعلى مسؤول رسمي ده تبقى للدستور أعلى مسؤول رسمي دي المادة 113 أعلى مسؤول رسمي في البلاد بعد منصب المرشد الأعلى طيب نفس دات المادة 113 بتقول أن الرئيس لو رئيس الجمهورية هناك في إيران هو صاحب المسئولية عن تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية نيجي على المادة 131 من الدستور زي ما كنا بنتكلم أنه في حالة وفاة أو غياب أو مرض أصاب رئيس الجمهورية في إيران يتولى نائبه الأول صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية المادة 131 بتكمل وبتقول أنه يتم تشكيل مجلس ليتخذ الإجراءات لانتخاب رئيس جديد في غضون فترة أقصاها خمسين يوما يعني إذا تمت قبل الخمسين يوم حتى ولو بيوم واحد فهذا سليم دستوريا طبقا للدستور الإيراني تمت بعد 30 يوم هذا سليم دستوريا طبقا للدستور الإيراني متفقين على كده طيب أرجو أنه تكون حضرتك فهمة الوضع القانوني والدستوري في إيران ماشي إذا تجي تقولي طبعا يوسف أنت بتقولينا أقولك لأنه إحنا كمصريين بالتأكيد بالتأكيد بنتكلم في كل ما يتعلق سايما بنتكلم في شأن الداخلي بنتكلم على شأن الإقليم بنتكلم على شأن الدولي وأنا من الناس اللي بتشوف أنه ده أمر صحي جدا أنه كل المصريين يبقوا بيتكلموا في هذه الشؤون وأنه ده بيرفع معدلات الوعي وبالتالي واجبي أن أنا أدي لحضرتك يعني المعلومات البسيطة المركزة بحيث لما تيجي تتكلم والدردش في الموضوع تبقى أنت فاهم بالضبط إيه اللي بيجرى لكن هرجع تاني وأقولك إيه دي هناك تساؤلات كثيرة حول سقوط هذه الطائرة وهذا سوف تحسمه إيه التحقيقات خلاص كده تمام هل ده هيعدي بهدوء ولا هيعدي بلا هدوء كل ما أتمنى كبني آدم إنسان أنه الأمر يعدي بحكمة الأمر يعدي إزاي بحكمة بل بمنتهى الحكمة المنطقة شديدة الاحتقان شديدة الاحتقان وزي ما بيحصل إنه وفاة أو مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي فيقلب المنطقة بكاملها رأسا على عاقب وبالتأكيد إنه إسرائيل يعني يبقى لها نصيب من القلق والتوتر بدليل إنها على طول راح تطلعها بيان قالت أنا ما ليش دعوة إسرائيل قالت إيه أنا ما ليش دعوة ما حدش يوصلي لأن هناك الكثير من التقارير الصحفية وعلى عدة وكلات الحقيقة بدأت تشير من قريب وبعضها يشير من بعيد هل إسرائيل متورطة هل إسرائيل مش متورطة طب هل الأمريكان ليهم علاقة الأمريكان ما لهمش علاقة إلى آخره ما الذي حدث حواديث يعني لما تيجي تبص على جوجل على سبيل المثال وتبدأ تطلع سيبك من مواقع التواصل وتبدأ تطلع المكتوب على الوكالات الدولية اللي تقدر تطلعه من على المؤسسات الإعلامية الكبرى على مستوى العالم بصرف النظر حتى عن انحيازتها مين شايف إيه ويميل إلى أي كفة هتجد أن الموضوع قلب العالم